بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الاخبار الرياضية اذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زل الاشتراك والاعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد ان شاء الله اذا سوف يكون نادي مانشستر سيتي غدا ان شاء الله على موعد مع مباراة جد قوية داربي ضد نادي مانشستر يونيتد اذا كل المؤشرات تدل على ان محرز سوف يكون اساسي اذا ما قمنا باحتساب السياسة المداورة التي يعتمدها بيب كورديولا بيرنالدو سيلفا لعب المباراة الماضية اذا رياض محرز سوف يلعب هذه المباراة التعلق الكبير لرياض محرز في المباراة الماضية سوف يجبر بيب كورديولا على الاعتماد عليه وكذلك من جهة اخرى ضغط الجماهير لمانشستر سيتي والتي تطالب بيب كورديولا الاعتماد على رياض محرز لما يقدمه في جل المباراة التي لعبها هذا الموسم بطبيعة الحال رياض محرز يعتبر من افضل اللاعبين في مانشستر سيتي التقييمات التي تحصل عليها تؤكد ذلك كذلك ترتيبه في جائزة الكرة الذهبية هذه السنة تؤكد بانه من بين احسن اللاعبين اذا نتمنى رؤيات رياض محرز غدا ان شاء الله امام نادي مانشستر يونايتيد نتمنى ان يتقلق وان يقدم على ما عودنا عليها اعزائي المشاهدين اشكركم بزيج شكرا المشاهدة دمتم فرعية الله حفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته